احنا قلنا احيانا في السلوك الى الله الانسان يجيل حال من الغياب عما سوى الله يسموه فناء روحي قد يكون لحظة وقد يكون عند بعض الاولياء عدة ايام وقد يستمر الى ان يموت فالفناء ده يسموه حل محقه او صحقه لكن لما يكون في حال ادراكه يسموه حال الصحو حال الصحو بيكون فيه الولي بالله بيكون الولي موجود بس بالله حال الفناء الولي مش موجود حتى لو تكلم يتكلم على لسان الله خلاص ما بقاش فيه مخلوق فيه خالق بس والحال ده لما بيطول بوعد الاولياء ويتكلموا وهم فيه بيوسقف امهم لان هو قدام الناس عبد وبيتكلم كلام رب زي ما حصل للحلاك والغير والغير والناس كتير وزي ما ابي اليزيد البسطامي خرج على الناس يقول لهم سبحاني ما اعضى مشاني وشايفين عبدي بقول سبحاني الناس في عمل يتفتن فيهم فالناس تمسكهم تدرابهم ويقولوا ده الرجل كفر ده الرجل الرب هو اصلا ما بقاش فيه راجل غيبوبة تامة روحية غابت في عالم الحق واختفى عنها عالم الحس لان عالم الحس اللي هو عالم الدنيا ده عالم وهم في الحقيقة ان فتشته لتجده شيء لانه قائم بالله ليس له قيام بذاته فهو لما يخرج من الوهم الى عالم ايه الحق بتقول ايه بيتكلم بلسان الحق مش بلسان العبد لانه ما بقاش فيه عبد كان الله ولم يكن شيئا معه زي بالزبط الغيبوبة الطبية اللي المريض يدخل فيها العيناء المركزة ولك ده بغيبوبة ده بتبقى غيبوبة جسمانية عقلية مش روحانية فممكن يبقى برضو غايب ولاده حواليه مش شايفهم والناس تكلموا ما يردش عليهم يقرسوا حتى ما يحسش ويقلموا حتى ما يتقلمش بنشوف المنظر ده بنشوفها الغيبوبة اللي ايه الجسمانية دي كتير في المستشفيات يسموها غيبوبة طبية في بقى غيبوبة روحية لقى ايه بيتحرك ورايح وبياشي وبياكل ويشرب وبيلبس وكل حاجة لكنه غايب روحوا مع مولاه فيم؟ دي يسموه ايه؟ غابع عما سوى الله فالتعظيم لله ساعتها يقول انا من اهوى ومن اهوى انا الله من اهوى ومن اهوى الله مفيش انا مع الله بقى فبيت انا بتاعته هي الله لو ملوش انا وكل مشاكل الصوفية مع غير الصوفية تمت لما اتكلموا فازي الحال فما فهمهمش فهمت؟ طيب الوالي بقى لو دام عليه الحال نقص في ولايته لانه فقد تشريف التكليف خرج عن تشريف التكليف وباين حال الانبياء والرسل فهمت بقى ازاي؟ وكلما ابتعدت عن حال الانبياء والرسل وبتعدت عن سبب التكليف اللي هو محله التشريف كلما كان هناك نقص فيبقى الوالي اللي يجيله هذا الفناء نقص في ولايته من جهة الخلق وكمال في ولايته من جهة الحق واضح؟ وبالتالي في هذه الحالة لا يكتد به ولا يعار له اكتهمهم سيبوا يقولوا اللي يقولوا بقى ما تركزت معاك لانه غايب وهيتكلم على لسان غير لسان العبد فبالتالي ما تشغلش نفسك به ولا تاخد منه اشارة ولا تاخد منه توجيه ولا تاخد منه حتى تأسي فهمت بقى ازاي؟ طالما فقد الارشاد يبقى فقد الفائدة جهة الخلق فقلت ولايته من حيث الارشاد وارتفعت ولايته من حيث الحق واضح؟ فاخد بالك من الكلام ده لا تجده في حت الكلام اللي بقولوا لك ده مش هتجده حتى بكده من المتصوف لان حتى اللي وقعوا في المقام ده ما عارفوش يوصفوه اللي عايز يوصفوه يوصفوه واحد في بحال الصح هو في حال الغياب ما عارفش يوصفوه هو بيخلص بيروح سكة اللي يروح ما يرجعش فهمت؟ ها؟ لا بغير ارادة ده حال يجيله كده زي زي واحد كده يجيله مارد يحصل له حادثة حادثة في طريقه الى الله يعني مش الطريق الى الله ده طريقه في حوادث زي الطريق الحسي ده في حوادث فهمت؟ بس حادثة من جهة الخلق وليس حادثة من جهة الحق فهو اتنقل اتنقل نقل من عالم الوهم الى عالم الحق فاصبح يتكلم باللسان الحق ما بيتكلمش بقى باللسانة الدنيا واضح؟ ما تاخدش منه اشارات لانه هايكلمك من حالم الحق اللي انت مش مكلف تعرفه الان فحتى الاشارة منه هتبقى مضللة لان الله تعبدنا بواقع الامر وليس بنفس الامر هو هيتكلم من نفس الامر وانت متعبد بواقع الامر زي ما قلتلك نفس الامر في المية انها تحرق ما تطفيش النار نفس الامر لان المية هيدروجين مشتاعل واكسوجين يساعد على الاشتعال يبقى نار لو فتشتها وجدتها نار في عالم الحق فلو الجاب للناس قال لهم المية دي نار حيقول له عليه الرجل الجنة معنى هو كلامه حق هي المية من في نفس الامر نار لكن في واقع الامر تطفئ النار وتروي العطشان تهمت بقى ازاي؟ علشان كده لو كلمك باللسان واقع نفس الامر يضللك وأنت في واقع الامر فهمت بها المسألة؟ فدي نقطة مهمة تاخد بالك منها وقال لما نبه عليها ولم اسمعها من مشايخي ولكن دي يعني ايه؟ ما عارف ربنا بيفجرها في قلب الانسان مع كثرة ايه؟ نطجه في الطريق الى الله فيبتني يفهم احوال العباد لان احوال العباد ده صنع الله يقوم ربنا يكشف لك صنعه فتقدر ما تعترضش على حده وعشان كده بقى اللي بيوصل لدي المرحلة ما يعترضش على حد يلاقي واحد بقول سبحاني معظم شاني ما يلتفتش ليه هو ما يعترضش عليه وما يسلوش ولايته ولا يتحجم عليه ويلاقي واحد بيتكلم باللسان العبودية والافتقار ايه؟ ما يعترضش عليه ويلاقي واحد واقع في المعصية لا يعترض عليه بايه؟ بعين الحق لانه كتبها الله عليه ويعترض عليه بايه؟ بعين الشرع لان الله امره ان ينهى بالمعروف وانعى المنكر لكن من حيث عين الحق فالله اراد ان يعصى واراد ان يوزر هذه المعاصي في الكوكوان مش حصل رغب عن الله لا ده هو الله اراد ان يعصى ولكن شاء ان لا يعصى وانا تفترق الارادة بالمشيئة فالمشيئة مع الشرع والارادة مع نفس الامر سيهمت بقى وبالتالي لان قد يكون المعصي اللي انت شايفها الان ومعترض عليها شرعا تكون سببا لتوبة هذا الانسان ووصوله للولاية في المقال يبقى هي كانت في صورتها معصية وفي حقيقتها طاعة لأنه دلته على التوبة وعلى الندم فاهمت بقى المسألة فالمعصية في نفس الامر قد تكون اقرب الى الله من الطاعة في نفس الامر لانه ممكن انسان طائع في الواقع لكن مغرور بتاعته متكبر بيها شايف نفسه يبقى هو في واقع الامر طائع وفي نفس الامر عاصي فاهمت بقى المسألة لكن احنا متعبدين بواقع الامر وليس نفس الامر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا غم عليكم الهلال يعني فيه غيم ما قالناش حد فيكم يخترق الغيم عشان يشوف الهلال موجود ولا لأ لانه ممكن يكون الهلال موجود ورمضان دخل من حيث ايه نفس الامر لكن الشرع بواقع الامر يقول لك فاتم عدة الشهر عشان ثلاثين لم يكلفك الشرع انك انت تنقب عن نفس الامر بل كلفك ان تتعبد بايه بواقع الامر واضح يبقى نفس الامر حقيقة وواقع الامر شريعة فهمت بقى المسألة طيب الولي بقى لما يروح في الحقيقة ويغيب عن عالم الحكمة بروحه لكن جسده لسه عايش مع الناس بيتنفس وبيأكل ويشرب بس راح كده وبعدين ايه فيه روح مايرجعش وفيه روح وييجي لما يرجع يسموه في صحوة جات له الصحوة بقى صار عبدا بالله لكن لما راح كان الله ولم يكنش امها فهمت بقى ازاي فلما بيرجع بيبقى في صحوه فالولي في صحوه صار عبدا بالله والمريد والمريد في سيره عبدا لله يبقى المريد سائر الى الله ليس الولي لما يوصل يا اما يوصل ويغيب يا اما يوصل ويغيب لحظة ويرجع فيرجع ايه بكسوة الانوار وهداية الاستبصار كسوة الانوار وهداية الاستبصار وانه يرجع بالله بقى ليه لا حول ولا قوته الا بالله كنز من كنوز الجنة اياك نعبده سيره الى الله واياك نستعين سيره بالله فهمت ايه الفرق فكل ده بنشرح ايه في حال صحوه فبنعرف الصحوه من معرفة الفنقدها يبقى هو في حال غياب وفي حال صحوه واضح وكل ده على مستوى الروح وليس على مستوى الجسد قد يكون جسده ايه موجود لكنه في حال فناؤه تلاقي لا يشعر ببرد حين يبرد الناس ولا حرع حين يشعر الناس بالحرارة ولا جوح حين يجوع الناس ولا عطش حين يعتش الناس لانه غايب خالص غايب خالص فيقوم يدبس للاقي الخلق يتلموا عليه اللي يأكلوا واللي يشربوا ولما يلاقي الدنيا برد يغطيه ولما يلاقيه ماشي كده مدة طويلة يقول له وعد بقى استريح شوية ويتحايل عليه وياخدوا اقعدوا لكن هو نفسه غائب عن حسه فهمت؟ والنوعية دي قد تلتقي بها في حياتك بعض الناس والامام الشعراني ذكر احوال كثير من هؤلاء الغائبين اللي هم كانوا حتى بعضهم يمشي عريان تماما امام الناس واخد بالك ويقوم يجي العيال الوهابية اللي مش فاهمين يقول لك ايه الحاجات دي بقى ده والدة لانه مش فاهم حال الفناء وعمره ما هيعيشها لانه اللي ما يفهمش حاجة وما يصدقاش عمره ما ربنا يدهاله لان الله عند ظن العبد واضح؟ لكن هو في هذه الحالة ارتفع تكليفه وتم تشريفه واضح؟ ارتفع تكليفه وتم تشريفه عشان كده لا اعتراض عليه واضح؟ زي بالزبطة مية بواحد مجنون وبيعمل تصرفات غير لائقة والجنون ده مرض نفسي فهم؟ الناس بتعمل ايه؟ يقولك ده مجنون معلش ليس علي حرك سيبه مش ده اللي بيحصل او نفس الحكاية بس ده مش جنون ايه؟ عقلي ده جنون روحي والجنون جاية من جنة جنة يعني ايه؟ حجبة حجبة بشيء لان الجنة حجاب وما انت بنعمة ربك بمجنون اي بمحجوب عن الغيب ده معنى تاني علماء الحقيقة يفهموا الاية بطريقة تانية فهمت؟ يعني وما انت بنعمة ربك بالنبوة بمجنون اي بمحجوب عن الغيب حيث نوحي اليك ايه غيوب لا يعلمها غيرك فهمت بقى؟ يبقى ده معنى تاني اشاري في الاية غير المعنى نفي التهمة من الكفار على النبي لما اتهموا بالجنون فهمت بقى المعاني؟ كل حاجة لها عمقها كأن وما انت بنعمة ربك بمجنون اقرار بعلمه بالغيوب ونفي عن جنونه في اعتقاد المنكرين فهم؟ عشان كده النبي اشار لهذا المعنى في حديث صحيح اذكر الله اذكر الله حتى يقال انك ايه؟ مجنون ايه اشار اليها النبي اذكر والحديث صحيح اذكر الله حتى يقال انك مجنون يعني الناس تنديلك ما تجاوبهمش ما تسمعهمش تبعد حتة تانية فالناس يقولوا عليك ايه؟ الراجل بقى مجنون فهمت؟ فالجنون ده من جهة الخلق نقص ومن جهة الحق اطلاع على الحق لانه حجبه عن عالم الوهم وكشف له عالم الحق فالعالم اللي عايش في الوهم تشوفه يقولوا علي مجنون والعالم اللي في عالم الحقيقة شايفينه يقولوا علي والي كبير فهمت بقى المسألة؟ فالنوعية دي ما تعرفش تعيش كتير في وسط عالم الوهم ما تعرفش تعيش كتير بقى يا اما ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليهم بلسان الشرع فيقتلوا زي ما حكم على الحجاج الحلاج لانه خلاص مش صالح انه يعيش مع الناس خلاص هيبقى فتنة يا اما يحكم عليهم بلسان الواقع فيعيشوا في البراري بعيدة عن الخلق ما يأنسوش بالناس يعيش مع الوحوش فهمت؟ يا اما ربنا يقبضوا ويموتوا واستريح بقى ويريح الناس منهم فهمت بقى ازاي؟ فالنوعية دي ما لاش إلا ثلاث أحوال لما يطول بيها الحال يا اما ربنا يعجل بوفاته يا اما الشرع يأمر بقتله لانه يقولوا عليه ارتد خلاص فيبقوا بلسان الشرعي مقتول وبلسان الحق مكرم فهمت بقى؟ وعشان كده لما قتلوا الحلاج عملوا في ايه؟ صلوا عليه ودفنوا في مكابر المسلمين بالرغم ان لسان الشرع بيقول عليه كفر لكن ايه؟ لكن صلوا عليه وكفنوا ودفنوا في مكابر المسلمين فهمت بقى المسألة؟ المعاني دي ما يفهمهاش الوهبية وما بيدركه هايش لانهما لن يعيشوها ولم يدركوها ويعترضوا على من عاش فيها والمعترض مطرود مبعود ساهمت؟ فهيبضل طول عمره كده سيبوا ينكر مش مشكلة ما تفرقش معانا لانها ليست من العقائد وانكروا لها يحرمه الولاية ولا يحرمه من الاسلام والايمان يبقى مؤمن ايه؟ مسلم لكن عمره ما يرتشف ايه؟ رشفة من الولاية واضح؟